السلام عليكم حياكم الله متابعين قناة نواف في فيديو جديد اليوم راح نتعلم كيف نصدر صور لبوست انستجرام بجودة وكواليتي عالي كثير من السفصرات جيني نواف عندنا صور فيها مشكلة نواف الكواليتي سيئ اليوم راح نحن لها المشكلة باذن الله مع بعض بس قبل لا نبدأ نضبط كوب قهوة عشان تركز وتصحصف معي ما راح نطول في فيديو اليوم وحيكون الشرح باذن الله سلس وسهل يفضل انك تستخدم تطبيق لايترو موبايل عشان اليوم هنشرح عليك الشغلة الثانية قبل ان نبدأ فيديو اليوم عطيني لايك على هذا الفيديو واذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه عشان وصلكم جديد انا نواف نقول باسم الله نبدأ فيديو اليوم طي في البداية ندخل على تطبيق لايترو موبايل حتطلع معي قائمة الصور نختار الصورة اللي حابين نشتغل عليها دعوني اختار صورة 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 دعوني نشوف صورة كذا اوكي هذا الصورة انا عندي هذه الصورة بمقاس 9 على 16 وعشان تنزل بوست يفضل اني اسوي الاعدادات التالية واحد اروح على خيار كروب من تحت اضغط عليه اروح على اول خيار مقاس 9 في 16 اضغط عليه من هذه القائمة الاختيارات اختار على مقاس 4 في 5 بهذا الشكل وابدأ اضبط حسب الشي اللي انا بغى وحسب الاقتصاص المناسب لك في صورتك الان انا ابغى الاقتصاص يكون مثلا بهذا الشكل على سبيل المثال راح اضطح تمام الان عندي فوق خيار تصدير الصورة اللي هو مربع وساهم للعلى اضغط عليه الان تطلع لي بجموعة خيارات اروح عند اخر خيار اللي هو اكسبورت اكسبورت اي اس اضغط عليه تطلع معاي هذا القائمة الخيار الاول اخلي على الجي بي جي تمام الخيار الثاني هيكون عندك ممكن باي خيار لكن انا راح نخلي او نختار خيار كاستوم عشان نطلع للخيار تحت البيكسل هنا راح نخلي هذا الرقم الف وثمانين بهذا الشكل طيب عندي كواليد الصورة نخليه مية او تسعين تمام مية او تسعين ما راح تفرق الان بعد ما حطيت الخيارات هذي راح اضغط على صح هذا الشكل هتطلع معاي هذا القائمة احط على حفظ الصورة وبعد كده اروح لانستجرام واحط اه اني بصدر صورة طيب هنا لازم نلاحظ الصورة نما نجي نضيفها تكون بهذا الشكل ما ينفع اخليها بهذا الشكل راح يقلل الجودة شوي لا اخليها بهذا الشكل وبعدها خلاص اصدر الصورة في نقطة مهمة لازم تعرفها انه جودة النت او سرعة النت برضو راح تأثر على جودة تحميل الصورة ودقة الصورة في انستجرام وبكده راح نحصل على صورة بكواليتي عالي في انستجرام الملفات القادمة في انستجرام راح تكون بهذا الشكل زي ما انتم شايفين لو امشي بهذا الشكل الفيديوهات هتكون تطلع معي بهذا الشكل اللي هو 16 على 9 اه فيه شغلة ثانية اللي هو الوضع الليلي في انستجرام فيه كثير يشتكوا من وضع الليلي الوضع الليلي هذا من انستجرام حيكون بهذا الشكل ما هي من الاعدادات ممكن في القادم انستجرام يكون فيه تحديث بحيث ان يعطيك خيار انك تتحكم في الثيم ان كان تبغى ابيض او الاسود لكن حاليا التحديث في انستجرام حيكون بهذا الشكل اللي هو الاسود وزي ما قلت لكم حيكون عرض الفيديوهات مقاس 9 على 16 مثل الستوري بهذا الشكل وكذا يكون الفيديو اليوم انتهت اتمنى اني ما طولت عليكم ولا تنسوا دعمي باللايك ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد انا نواف اشوفكم على خير في امان الله لازم لازم شيء عكر بس قبل لا نبدأ اجين 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 ما في شغلة ثانية انا طالع فوق اشوف الشاشة اشتركوا في القناة